اشتركوا في القناة من حالات الاحياء القيم في المجتمعات الى العام 1938 عندما انتقلت جماعة الاخوان المسلمين من مربع الدعوة او المربع الدعوة الى القيم الى مربع التدافع السياسي ومحاولة الوصول الى الحب والتمكين لنموذج لنظرية سياسية غير مجتملة في الحقيقة ادعى الكثيرون انهم يملكونها اتصور ان ازمتنا الحقيقية فيما عرض من قضية المواطنة في فكر المسلمين سواء المسلمين على وجه العموم او الحركات الاسلامية التي تعيش حالة من حالات الصعود السياسي صعدت ببعض فصائلها الى الحكم فقدمت هذا النموذج الذي قدمه الاخوان المسلمون عبر عام وانا في هذا السياق استدعي واقعة مهمة لم يلتفت لها الكثيرون وهي واقعة الاعتداء الطائفي من بعض المسلمين على بعض الشيعة في زاوية ابو مسلم في احدى قرى الجيزة هذه الواقعة في الحقيقة كانت واقعة كاشفة عن طبيعة الشعور الطائفي الذي لا يقف في الحقيقة عند اخوانا المسيحيين على اختلاف مذاهبهم وانما يظل يضيق حتى يصل الى الطائفة المسيطرة او التي تحكم بحيث تتحول باقي المجموعات في المجتمع بصرف النظر عن دنها الى طوائف او اقليات وهذا الاسف هو الانطباع الذي سربته هذه التجربة من تخازل النظام السياسي الاخوان في مواجهة هذه الحادثة الكاشفة جدا عن طبيعة او نموذج الدولة التي كانوا يمشرون بها بالحديث عن مفهوم المواطنة الذي هو بالاساس مفهوم غربي ازدهر في ظل الدولة القومية التي لم تكن موجودة على نحو واضح في تجربة الاسلام حيث نشأت الدولة الاسلامية استجابة لواقع اجتماعي معين كنا في شبه جزيرة العرب بصدد قبائل متناحرة لم يكن ليصنع وحدتها السياسية سوى هذا الدين وبالتالي كان الدين هو اساس قيام الوحدة السياسية ولم يكن أو لم تكن اللغة أو الأرض أو الانتماء الاثني الواحد في الواقع التاريخي لهذه القضية يجب أن نفرق بينما هو نصوص ومرحلة زمنية نستطيع أن نسميها المرحلة الأقرب إلى فق هذه النصوص وهي مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرشدين من بعده الذين حاولوا أن يتقمصوا مراد هذه النصوص وربما في هذا السياق كانت وثيقة المدينة التي تحدثت عن كل مكونات المجتمع في المدينة باعتبارها أمة واحدة لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات بصرف النظر عن الواجبات الدينية المرتبطة باعتقاد كل طائفة أو مجموعة أتصور إذا جاز لنا أن نسمي هذه الأزمة أو السبب الرئيسي فيها فتلخصها جملة أننا محشرون دوما بين تاريخ الفقه وفقه التاريخ تاريخ الفقه الإسلامي يعبر عن حركة الإنسان المسلم على امتداد الدول داخل النص سواء كان قرآنا أو سنة بينما فقه التاريخ هو مفهوم أوسع لذلك كثيرين من الفقهاء المسلمين عندما قدموا فتاوى تتعلق بغير المسلمين كانوا أسرى لواقع تاريخي معين مسكون بالعداوى مسكون بالصراع فترجم ذلك في فتاوى ونصوص لعل أشهرها يعني أو أطرفها ما قفت به ابن تيمية في مرحلة من المراحل عندما كان يتحدث عن عدم جواز تأجير المسكن للمسلم بل الحرص على أن يؤجر المسكن لمسيحي لماذا لكي يرعب المسيحية بطلب الأجرة عندما يتصد مالك عقار لطلب الأجرة فهذا مشهد يحدث أثرا نفسيا سماه الإرعاب الإرعاب بطلب الأجرة وهي فتوى مشهورة لابن تيمية إنما كانت تعكس هذه المرخلة وفقرة التصور فيها وطبيعة الخلاف كل ذلك أفرز فيما بعد ذلك تاريخ من هذه الفتاوى التي حلقت حول هذا الأمر وحاولت أن تستبعي من التراث أو من النقل النصوص وظل البعض حتى فيما بعد يتعد عن النص الأصلي لحساب الفتوى التي اعتمدت على هذا النص فتبعدت الشقة أو المسافة بين مراد النص والذي يفتي أو الذي يتحدث في إطار هذا النص في حقيقة الأمر من الظلم الشديد أن توجه التهمة للإسلام بأنه دين إقصائي أو يتحدث عن إهضار حقوق المواطنة لأن الإسلام في ذاته لم يأمر بذلك ولم يدفع لذلك وفي إشارات المتحدث السابق عن مصطفى السباعي وغيره أنا أستبي ما قبل مصطفى السباعي في الحديث عن فكرة بناء الكنائس كمحور من محاور الجدل داخل الدولة الإسلامية حيث جرى تناول هذا الأمر تاريخيا على اعتبارات فقهية قسمت الدول إلى سلاسة دول الدول فتحت عنوة بالسيف فترتب أحكاما فقهيا أيضا ليس لها علاقة بالنص الدينية أو مراد الشارع أو فتحت صلحا أو أنشأها المسلمون كل دولة من هذه الدول رتبت لدى هؤلاء الفقهاء حكما خاصا في التعامل مع هذا الأمر وعلى هذا الأساس جرى تجديد الكنائس أو إنشائها كملمح من ملامح الحديث عن المواطنة على امتداد تاريخنا الإسلاميين لكن الكثيرين غفلوا عن بعض الفتاوى المهم التي خرجت للمصادفة من مصر ومن فقهاء مصريين أيضا رغم اتهامه للفقه بأنه أضر بهذه القضية إلى حد كبير لدينا رأي للليث بن سع وهو من فقهاء مصر وعبد الله ابن لهيعة يقولاني بالنص إن بناء كنائس النصارى هو داخل في عمارة دار الإسلام بمعنى أنه يتحدث عن أن هذا الأمر يأتي في إطار قيام الدولة بواجباتها في عمارة الأرض فهي تنشي أدور العبادة للمسلمين أو المسيحيين أو غيره لذلك من المهم جدا أن نفرق دوما بين اجتهادات الفقهاء التي ظلت أسيرة وضع سياسي واجتماعي واقتصادي وكانت انعكاسا في كل الأحوال لهذا الواقع ومراد الشارع من خلال نصوص تعسف البعض في فهمها لا ننفي أيضا في هذا السياق ما حدث للمسلمين في الأندلس بما خلق ردة فعل ظلت ممتدة في تاريخنا بطريقة الفعل ورد الفعل من الأمور الملتمسة أيضا والتي تعكس هذا الشعور قضية الجزية 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 في الحقيقة تاريخيا لم يبتد على الإسلام بل كانت نمطا فارسي بالأساس وبالتالي يتصورها بعض فقهاء المسلمين على أنها ليست من مراد الشارع بقدر ما كانت استجابة لواقع اجتماعي كقضية الرق مثلا التي حاول الإسلام وأن يتعامل معها فيجفف منابعها شيئا فشيئا اعتمادا على تطور الأحوال الامتصادية والاجتماعية والسياسية وفي هذا الأطار كانت قضية الجزية يفترض أن تنضي في نفس السياق والعلم من المفارقات أن مصر بالرغم من أنها دولة كانت في ظل الخلافة العثمانية تدفع الجزية حتى العام 1962 تقريبا إذا كنتم حقا فنحن طوال الوقت نتحدث عن المواطنة على مستوى على مستوى تاريخ المسلمين وفي هذا التاريخ وقائعهم تدل على التسامح والرجد والنطق وقائع أخرى ربما كانت أكثر امتدادا عبرت عن حالة من التردي كان من تجلياتها ما حدث للأقليات الدينية مسلمين أو مسيحيين أو غير مسيحيين المواطنة في وعي الحركات الإسلامية ربما تأخذ سلاسة أشكال هي عند السلفيين الحديث عنها الحديث عن المواطنة دعوة جاهلية يقول عنها النبي على حد وصفهم دعوها فإنها منتنة وهذا استشهاد متعسف وبطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال دعوها فإنها منتنة كان يتحدث عن دعوة القبلية أو النزاع القبلي في دولة كان أساس وحداتها السياسية الإسلام الإسلام هو الذي قضى على هذه النعرة القبلية في شبه مزيرة العرب وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهر من يغازي هذه النزعة التي تفكك هذه الوحدة السياسية التي صنعها الدين ولم يكن يدفع في اتجاه قبيلة أخرى لأنه ينهى عن القبلية فكيف يدعو إلى قبلية جديدة الأزمة في هذه الإشكالية دائما لدى السلفيين هي في قضية الولاء والبراء التي يتعسفون أيضا في فهمها فيعتقدون أنها مناقضة للمواطنة لأن الولاء والبراء يجعلوا المحبة والنصرة مرتبطة بالدين وليست مرتبطة بالوطن وبالتالي يرون أن المواطنة تتعارض مع المعتقد فتأخذ المسألة لديهم بعدا عقديا أنهم حين يقبلون بفكرة المواطنة فإنهم يتخلون عن أصل من أصول الدين وهو الولاء والبراء وهذا أيضا فهم متعسف لقضية الولاء والبراء المرتبطة أيضا بسياق تاريخي واجتماعي تجاوزاته البشرية لحساب تطورات جديدة ربما كان الإخوان أكثر حرصا أو أكثر مداراتا في الحديث عن قضية المواطنة التي كانت جزءا من برنامج سياسي قدموا أنفسهم من خلاله حاولوا من خلاله أن يقدموا صورة ذهنية مختلفة موجهة بالأساس للمجتمع الغربي ولتطمين الأقليات بالشكل الذي يدفع بعض هذه القوى لدعمهم ودمجهم ضمن العملية السياسية لكن الأمر في تقديري لم يكن يتجاوز شكلا من أشكال التقية السياسية التي درجوا عليها منظورة مبكر وفي حديث المتحدث الثابق في الفرق بين مصطفى السباعي باعتباره يتحدث عن طيار فكري اجتهادي كان امتدادا لمدرس محمد رشيد رضا ومحمد عبدو الذي تحدث عن الهدايات الأربعة في حياة المسلم فقدم العقل على النقل ثم وصل إلى التجربة البشرية المفتوحة التي تبقى معينا مستمرا لحركة الإنسان المسلم وأخيرا الوجدان بما يرتبط به من خيال وتصوف وفنون وغيرها مما يهزب الوجدان فيما سمّه الهدايات الأربعة التي هي في تقدير نظرية صالحة لإحداث حالة من حالات الإصلاح الديني الحقيقي لدى كل هذه الطيارات لو استلهمت هذه الأفكار ووجدت من يرسم على خطها ربما قضية الإصلاح الديني أجندتها متخامة لدينا وربما نحن في واقعنا الإسلامي لدينا العديد من المشاكل فيما يتعلق بالتراث وفي التراث على سبيل المثال مما يحتاج به البعض من حركات تكفيرية كحركة داعش والجهاد وغيرها أنهم يبتعدون عن النصوص الأصلية أحيانا لحساب روايات مشكوكة في صحتها كالحديث عن رواية حدثت على زمن طارق بن زياد حيث حكى بعضهم في كتاب يسمى نفح الطيب في ذكر غزن الأندلس الرطيم أن طارق بن زياد في الأندلس كان يطبخ جسس ضحاياه في القدور ثم يأمر بعض جنوده بالتهام هذه الجسس ثم يرسل رسولا من عنده ليعلم أعداءه أنهم يأكلون الجثثة بعد أن يطبخونها في القدور يحتاج أو تحتاج بعض هذه المجموعات بهذه الروايات المشكوكة في صحتها والتي حتى إن صحت فإنما تمثل تطرفا وتصورا شازا لبعض مجموعات في تاريخ ما لا تصلح دليلا على أخذ الجبوب بها أو الاقتداء بها وهذه ربما هي مجموعة ثالثة في النظر لقضية المواطنة مجموعات الجهاديين أو التكفيريين الذين يعتقدون أن تصدير الرعب للأقليات وإخراجهم من بيوتهم وإنعاش فريضة الجزية باعتبارها فريضة والحديث عن هذه المفردات التي كانت جزءا من واقع تاريخي تطور إلى واقع آخر يستبعونها من التاريخ بكل مفرداتها بكل سياقاتها دون أي اعتبار للواقع الجديد أو التطورات أنا أتصور أننا نعيش أزمة حقيقية ناتجة عن ضعف الدولة القومية في بلادنا العربية والإسلامية التي لم تقدم النموذج الذي يسحب القطاعات الأوسع باتجاه الدولة الوطنية مقابل دولة أخرى تحدثت عنها هذه الحركات الإسلامية وأستبعي في هذا السياق التجربة المصرية التي بدأت مع مطلع هذا القرن في العام 1911 كان المسيحيون في مصر يشعرون بالتهميش والإخصاب وعقدوا المنطمر القبطي في 1911 الذي كانت أجندته أجندة أقلية تشعر بالتهميش والضعف في مواجهته مزاج شعبي طائفي وحكومة تقترب أو تبتعد من ذلك في العام 1919 وبعدها بثمان سنوات فقط وهذه مفارقة تستدعي الدراسة وقف القوم السرجيوس على منبر الأزهر وقال في مواجهة تنبير الإنجليز لضرب العلاقة بين المسلمين والأخباط إذا كان الإنجليز يتزرعون في البقاء في مصر بدعوة حماية الأخباط فأنا أقول ليموت الأخباط وليحيى المسلمون أحرار كانت هذه الصيحة صيحة عكسة لشعور قومي لدولة قومية ناشئة كان يفترض أن تزدهر لتؤسس نموذجا يحتزى في كل دول العالم العربي والإسلامي لكن هذه التجربة حظيت بتدبير أنا أتصور بريطاني بالأساس عندما شجعت حركات الإسلام السياسي لتكون المعادلة الموضوعي لفكرة الدولة الوطنية الحديثة من هنا يحلق البعض في الحديث دائما أو يختازر البعض حول حدود الدعم المالي من بريطانيا لجماعة الإخوان المسلمين بدون أن ينتبه أن بريطانيا كانت بالفعل قوة الاحتلال الرئيسية في هذا البلد وكانت تستطيع التضييق على حركة الإخوان لكنها لم تفعل بل تركت لها الفرصة للتمدد وفتح فروع وشعب جديدة في القطر المصري بل وسمحت بامتدادها في كل مستعمراتها لأنها تعلم أن هذه الوسيلة هي الوسيلة الأنجحة في مقاومة دعوة دولة القومية الناشئة التي كانت ترجمة حقيقية للدولة القومية التي تعرف مفردة المواطنة وترحب بها وتشجعها لذلك هذه الردة التي حدست في مطلع القرن في العام 1928 عندما تركت هذه الصيحة أن تمتد وتشتعل وتعيد تمثيل نفسها في فكرة الإسلام السياسي عبر أكثر من عنوان سواء كان عنوانا سلفيا أو عنوانا إخوانيا ثم في الأخير عنوانا تكفيريا كانت إيزانا بحرب قادمة بين الدولة القومية وبين الدولة المنشودة في تصور هؤلاء وهي بالمناسبة ليست دولة محددة الملامح ونستطيع أن نتلمس ملامحها في دولة داعش التي نراها الآن ليس لنا الإسلاميين تصور واضح لمفهوم الدولة هم يستدعون كل مفردات الدولة الوطنية إلا الموطن لأن الفلسفة غائبة فلسفة الدولة ونظرية الدولة غائبة لدى الإسلاميين الدولة القومية لم تكن اختراعا إسلاميا وبالتالي أخذ منها الإسلاميون ما طاب لهم وتركوا ما لم يروا لهم في التجربة المصرية كان محمد علي في بداياته ربما وفتح الباب الذي تجسد فيما تحدثنا عنه من بزوء هذه الدولة الوطنية ربما كان الانقطاع الثاني بعد ظهور حركة الإخوة المسلمين في العام 1928 وإعلن الخروج من دائرة حركة الإحياء القيمي إلى دائرة العمل السياسي ومحاولة الوصول للحكم والتي للمصادفة على غير فقه كل أهل السنة التقت مع المزهر الشيئة الاثنى عشر في أن الحكم من الوصول وليس من الفروق كل حسن بنى والحكم في كتبنا الفقهية معدود من الأصول وليس من الفروق على خلاف كل أهل السنة وفي لقاء وفي التقاء مع فكرة ولاية الفقه مما تجسد في دستور 2012 الذي تحدثت إحدى مواده عن وجود لجنة دينية تكون سلطتها فوق المحكمة الدستورية وتراجع كل القوانين والدستير لكي تتأكد من ملاهمتها لتصورهم عن الشريعة الإسلامية وفي مواجهة مادة في الدستور الإيراني تتحدث عن أن مذهب الدولة هو الإذنى عشرية جعفرية تحدث الدستور المصري في 2012 في المادة 2019 عن أن مذهب الدولة الرسمي هو أهل السنة والجماعة كما لو كان تراشقاً بين السنة والشيعة بين ولاية فقه سنية وولاية فقه شيعي كان الانقطاع الثاني لهذه الدولة الوطنية التي كان من الممكن أن تتطور مسيرتها بانتجاه دولة موطنة حقيقية عندما أتى إلى الحب جمال عبد الناصر الذي كان في تقديره خاضعاً لابتزاز حركة دينية ظبت تشككه في أهدافه ودوعيه بالشكل الذي جعله أحياناً يتصرف بما يناقض قناعاته عن الدولة الوطنية لكنه كان مخلصاً لفكرة الدولة الوطنية القومية وأتاح درجة من درجات التطور كان من الممكن أن تتطور المسيرة لولا ظروف قليمية ودولية والعداء مع أمريكا والغرب الذي تجسد في حرب سبعة وستين التي كسرت مشروع جمال عبد الناصر في الانتصار لفكرة دولة وطنية وحيدة جاء السادات بطبيعة الحال فغزل الإسلاميين واستخدامهم ووظفهم في مواجهة اليسار والقوميين وخضع لاستلابهم وأعلن بعض الشعارات التي تدرد المشاعر عن دولة العلم والإيمان وتماهى مع الإسلاميين إلى حد بعيد وتمددت السلطة الدينية أو السلطة السلفية في الحقيقة مع الطفرة النفطية التي حدثت في السبعينات وامتد هذا الأمر في دولة مبارك التي لا أستطيع أن أسميها وأنا مرتاح الضمير دولة لأن العقل والمجدان المصري ترجى عبر سلسة عقود على قارعة الطريق تلقفه العابرون ما بين سلفيين وإخوان ووصلنا إلى حالة الفشل الحضاري والفشل الثقافي التي نعانيها الآن والتي تمددت في أجوائها كل هذه المجموعات التي وصلت صعودها السياسي في غياب دولة حقيقية ثم حاولت أن تفرض تصورها بعدما توسلت عبر عقود بشبكة رعاية اجتماعية وعمل تنظيمي افتقرت له كل القوى السياسية لبرالية كانت أم غير لبرالية وبالتالي من عمل تحت مطارق النظام السابق نجح أن يصعد سياسيا ويفرض مشروعه وتصوراته ممثلا في جماعة الإخوان وتحالفها السلفي ومن آثر أن يناضل عبر الميكروفونات وعبر القنوات ظل على ما هو عليه لم يدخل برلمانا أو يصل إلى السلطة وبالتالي ظلت السلطة بيد الإسلاميين وكانت كلمة سر دائما هي التنظيم التنظيم الحركي الذي افتقرت له كل القوى السياسية كانت كلمة السر هذه المجموعات نجحت أن تعمل تحت مطارق الواقع ومطارق الأنظمة على امتداد سنوات طويلة وظلت عيونها مصودة نحو الحب وتوسلت لذلك بالعمل الاجتماعي والاقتصادي والفكري وتسللت إلى كل مواقع القرار حتى أنها تسللت إلى الأزهر الشريف سواء سلفيين أو إخوان والحديث عن استعادة إصلاح الخطاب الديني يستدعي إصلاحا دينيا قبل إصلاح الخطاب لأن الإصلاح الديني في النهاية يترجم إلى خطاب فبقدر وجود إصلاح ديني بقدر ما نتحدث عن إصلاح في الخطاب الديني وليس العكس أخيرا أتصور أن الإسلام السياسي بكل أطيافهما بين إخوان وسلفيين وتكفليين خطر حقيقي على وحدة المجتمعات لأنه يحول المجتمعات كلها في مواجهته إلى أقليات بصرف النظر عن الديني أو المعتقد فمن لا يشاركون التصور يصبح لدي أغيار وبالتالي يصبح عدوا لذا إذا كنا معنيين بالحديث عن حقوق المسيحيين فنحن نتحدث من الأفضل أن نتحدث عن حقوق المواطنين في دولة مواطنين أو دولة قومية حقيقية لأننا وبشكل حقيقي لا نستطيع أن ندعي أن لدينا دولة قومية حقيقية تملك مؤسسات فاعلة خصوصا فيما يتعلق بمؤسسات التنشئة سواء كانت تعليما أم ثقافة أم إعلاما والتي تدهورا آداؤها إلى حد بعيد بما أفرز لنا كل هذه الأزمات وكل محاولة لمواجهة هذا التطرف أو التعسف لا تمر عبر اسطنهاض همة هذه المؤسسات لتقوم بدورها هو لون من ألوان العبث لن يغير في المشهد كثيرا لازلت مصرا أن إخفاق الدولة القومية وإخفاق مؤسساتها وهو السبب المباشر فيما نعانيه يضاف إلى ذلك بلا شك خوف الكثيرين من علماء المسلمين من الاشتباك مع التراث أو محاولة التعامل معهم بشكل راشد حتى أن كثيرا منهم يقعون في شرك تملك العوام ويخافون على حس ديني محافظ دامى واستمرى وطابى للكثيرين وغير قادرين على الاشتباك معهم حتى الآن بما يستدعي أن نغير الوسائل والاستراتيجيات والآليات إلى استعادة حيوية مؤسسات الدولة لكي تنهض المؤسسات المعنية والمحترمة لدى الكافة وتحديدا المؤسسة الدينية الأظهر وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي لكي تكون مرجعية حقيقية لها هذه المهابة التي تمكن الكثيرين من احترام اجتهاداتها أو إعادة قراءتها للتراث للخروج من تصور حقيقي يعكس قيم هذا الدين الحقيقية التي تتضمن قيمة مركزية كالرحمة والتسامح وليس قتل الناس على معتقداتهم كما تروج كل هذه الحركات الظلمية وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر